السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كوراس بورت أهلا وسهلا بكم في كل مكان جمعا برك عليكم صباح الفل على كل الأهلوية في كل حتة وفي كل مكان ما تنساش تدعمنا باللايك عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدين الأهلوية الجدعان في كل مكان ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن أول الفيديو صورة زيزو مع أفشا ومع محمد شريف قلبة السوشيال ميديا الزمالكوية وهجوم وغضب واستياء شديد جدا جدا تجاه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لمجرد صورته مع لاعبي منتخب مصر محمد بقفشا ومحمد شريف لمجرد صورة مع اثنين زمايل في منتخب واحد الدنيا قامت وما قامتش وما عادتش في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا اشتيمة والبعض وصل لمطالبة بإلغاء عقد وفسخ عقد زيزو وطرده خارج الزمالك لأنه أصبح خارج عن الزمالك والراجل راح تصور مع اثنين أهلوية ده مش بس كده ده تصور مع صاحب القادية ممكن اللي تسببت في كوارث ومصائب لنادي الزمالك لحدهم نهاردة نهاردة الصورة اللي هوريها لك دلوقتي من قلب مطار نايروبي في عودة بعثة منتخب مصر صورة لنجم النادي الأهلي محمد مجد أفشا مع من بقى؟ مع عبدالله جمعة اللي شتم جمهير النادي الأهلي أو أشار إشارات خارجة أو مستفزة الجمهير النادي الأهلي ومع جنش اللي اتنين زمالكوية لكن هل معنى ده إن السوشال ميديا الأهلوية تنقلب على أفشا لمجرد صورة مع اثنين أصدقاء اثنين أصحاب اثنين إخوات في منتخب مصر؟ عادي جدا صورة عادية جدا صورة ما بين أصدقاء ولكن هنا الفارق في العقليات عقليات دايما عايشة وعيشوها في إن كل حاجة بتحصل هي نتيجة لمؤامرة هي ما بتحصلش كده جزافا لأ لازم في سبب عشان الحاجة دي تحصل والسبب هو المؤامرة زيزو تآمر مع ابتوع الأهلي فتصور مع اثنين لعبة من الأهلي عشان رايح الأهلي إنما صورة محمد مجدي أفشا عادي أنا شايف صورة زيزو مع الاثنين الأهلوية في المنتخب عادي صحابه وإخواته وحبايب وصورة أفشا مع جنش وعبدالله جمعة برضو عادي جدا لا الجمهور هنا يزعل ولا الجمهور هنا يزعل تعال نروح للمعلق الخبيس معارضة المعلق التافه الهلفوت زي فودلس في حقائق بأرقام وتواريخ ما ينفعش نغير فيها أو نلعب فيها المعلق المدلس أبو قرون الهلفوت ابن الهلفوت قالك إيه قالك وزي ما الأهلي خد ثالث العالم مرتين الزمالك خد أول العالم سنة 2002 تعال نمسك كده بالراحة عشان أنا بحترم الناس وما بحبش أغلط في حد ده بنا آدم بيتكلم من منطلق جهل كروي وبيحاول يستخف عقول الناس وعقول المشاهدين أولا الأهلي حصل على ثالث العالم في كاس العالم وهي بطولة رسمية بيقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم جميل جميل الزمالك حصل على الأول في تصنيف تصنيف شهر شهر مش سنة كاملة شهر فبراير من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ودلع العلاقة طالعه بالاتحاد الدولي نهائيا تمام؟ يعني دي جهة غير رسمية غير منطة أصلا بالاتحاد الدولي ملاش دعو بالاتحاد الدولي ده حد كده محترم صحفي جاء عمل لك موقع وسمى الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء واللي دوت أعطى الزمالك في آخر عشر سنين من الألفية اللي فاتت لقب نادي القرن هل الزمالك هو اللي يستحق لقب نادي القرن؟ هل الزمالك فعلا هو نادي القرن؟ لا الاتحاد الأفريقي مد الأهلي لقب نادي القرن دعونا في موضوعك إذن الأهلي حصل على لقب ثالث العالم في كأس العالم للأندية من جهة رسمية وهي اللي بتدير الكرة في العالم كله والاتحاد الدولي للكرة القادمة الزمالك حصل على المركز الأول في تصنيف شهر فبراير من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لسنة 2002 ثانيا النادي الأهلي يا مدلس يا مزيف حصل على نفس المركز في شهر ستة 2006 تمام على المركز الأول من نفس الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بعدها بسنة وشهر الأهلي يحصل على نفس المركز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء إذن يا مزيف يا مدلس طالما عايز تزج باسم نادي الزمالك في أي رقم وخلاص وأيه الليلة وخلاص كان يجب عليك من منطلقة الحيادية اللي أنت يتافه يا هلفوت يا ابن الهلفوت بعيد تماما عنها واخد بالك كان مفروض تقول والأهلي برضو حصل على أول العالم في تصنيف سنة كذا وتصنيف سنة كذا ولكن لأنك غير حيادي ومدلس وابعدت تماما تماما عن الحقائق رحت لي سكت إن الأهلي تالت العالم والزمالك أول العالم تعال نروح لنقطة تانية مهمة بعض التعليقات النهاردة في المباراة بتوريلك حيادية المعلق وعدم حياديته نهاردة مثلا مثلا الوينش عمل خطأ غير مقصود تماما في كرة عرضية كادت أن تسجل هدفا في مرمى مصر كان النهاردة ممكن يعمل هدف ذاتي ويدخل في نفسه جون وده خطأ تجد المعلق يقولك إيه الله عليك يا وينش شوف التيك أوف بتاعه شوف توجيه الكرة لازم تاخد بالك يا شناوي من الفيرست بول تخيل كرة ملعوبة عند نقطة الجزاء عايز الشناوي يطلع المسافة دي كلها من خط المرمى لمنطقة الجزاء وفي المنطقة أصلا قدامه قدام الشناوي حوالي أربع ست لاعبين من المنتخب ومن كينيا يعني هو عايز الشناوي يطلع يتخطى دول كلهم كده وينط من عند خط المرمى يعمل جمب أو تراي ويتير على الكرة اللي هي عند نقطة الجزاء عشان يطلع ياخد الفيرست بول اللي أصلا لو الشناوي طلع ده خطأ فادح من الشناوي لو كان طلع زي ما المعلق التافي بيقول اطلع يا شناوي ده أدي جملة قالها الهالفوت قال لك تاني بقى طول المباراة غياب نجوم كتير أسروا على أداء المنتخب غياب النجم الكبير والمؤثر رمضان صبحي هو رمضان صبحي من إمتى مؤثر هو رمضان صبحي أثر في قبل كده عشان النهاردة يأثر على منتخب مصر يا راجل ده ما أثرش على النادي الأهلي يا راجل ولا كلمة راجل خسارة عليك يا خبيس ما أثرش في النادي الأهلي يعني مشي من هنا الأهل خد أفريقيا الأهل خد دوري الأهل خد كاس الأهل مؤهل إن ياخد سوبر أفريقيا الأهل مؤهل إن ياخد سوبر محلي الاهلي خد تالت العالم بدون رمضان صبحي فين التأثير اللي كان عليه رمضان صبحي رمضان صبحي مع حسام البدري في التصفيات المؤهلة للأولمبياد 2018 أو 2016 ما عملش حاجة وتلعخ بخفاية حنين في مجموعة ضعيفة جدا مع حسام البدري ومعرفش يتأهل عمل ايه رمضان صبحي هالرمضان صبحي كان موجود في مباراة مصر والكونغو المصرية في التأهل لكاس العالم ما كانش موجود هالرمضان صبحي فاز مع بيرامدز بأي بطولة ما فاز بأي بطولة فين التأثير بتاع رمضان صبحي قالك الشناوي عامل مباراة ولا أجمل وشايل بلاوي لكن ما ينفعش يا شناوي لازم تطلع تاخد الكرة الأولى وما تستناشي الكرة التانية أفشا اللي جاب جون المباراة واحد من أحسن اللاعبين في المباراة وهو السبب في تأهلنا النهاردة قالك بعيد عن مستوى وكل خط مصر بعيد بيطالب أفشا ويرجع يرد مكان صلاح ويدافع مكان صلاح كمان بالنسبة لعبدالله السعيد اللي بتكلم على سرعة عبدالله السعيد وبيميز عبدالله السعيد في سرعته على أفشا هي أي سرعة عمرك شفت عبدالله السعيد سريع عمرك شفت عبدالله السعيد سريع أبدا انت جبت المعلومة دي منين ده ما يميز عبدالله السعيد هو البطء عبدالله السعيد ما بيعافش يجري مش ما بعافش يجري يعني مش سريع يعني لو حطيته في سرعات مع أفشة مثلا لا أفشة أسرع يا رجل ده شيكابالة أسرع من عبدالله السعيد شيكابالة اللي هو بيبطل كورة بسبب السن أو عامل السن وأكبر من عبدالله السعيد في السن أسرع من عبدالله السعيد في السرعات سرعة إيه اللي بتتكلم عنها عن عبدالله السعيد لأخ أحمد الخبيث قال لك ما يفعله جمهور النادي الأهلي معي ليس غريبا ليس غريبا أنا متعود على هجوم النادي الأهلي وهجوم جمهور النادي الأهلي وده تكرر مع محمود بكر تكسف على دمك وما تسويش نفسك بواحد أولا رحمة الله عليه محمود بكر كان إنسان محترم جدا عمره ما استخدم اسلوب التلقيح النسوان وشغل النسوان والمصاطب في التعليق بتاعه عمره لا لقح على أهلي ولا لقح على زمالي الرجل اللي كان قدامه كان بيقوله والحد النهاردة جماهير الكورة المصرية كلها لما بيتذكر اسم المعلق الكبير محمود بكر رحمة الله عليه كلهم بمختلف انتماءاتهم بيترحموا عليه أعتقد ده لأنه إنسان محترم وكان بيكون بحيادي وفيه شفافية وموضوعية في التعليق بتاعه وغير واحد تافه هلفوت ده يوم ما يموت أنا بنترحم عليه بإيه يا رجل ده الناس الناس بقت بتقفل الصوت بتاع القنوات بتاعة البينسبورت واخد بالك عشان ما تسمعش صوتك النشاز هو الله العظيم هو الله العظيم ثلاثة أكتر من حد يقول لي على المعلومة دي النهاردة أنا بقفل الصوت عشان ما اسمعش صوته ودي رسالة لقناة بينسبورت انت تفضلوا تقرفوا اللي جابونا لحد إمتى بالشخصية دي هل قناة بينسبورت ما عندهاش ناس تقيم أداء المعلقين يا سيدي زرفني واحد من العرب يا سيدي يجي يعلق لي على المباراة هاتلي معلق إنجليزي يعلق لي على المباراة لكن ما تجيب ليش واحد كاره لمصر عمال يشجع في ألونجا ويقول لك ألونجا مهاجم الدحيل ألونجا مهاجم الدحيل ألونجا مهاجم الدحيل وأحسن من بجي بتاع الأهلي وإنت ما لأهلك أحسن من بجي ولا مش أحسن من بجي أنت جاي تعلق مطش المصر واللي جاي تعلق على مطشه للأهلي واللي جاي تعلق على مطشه للدحيل طول المطش ألونجا لعب الدحيل ألونجا لعب الدحيل ألونجا لعب الدحيل وكأن الشخص القذر اللي بيعلق على المباراة بيعلق لمنتخب قطر مش لمنتخب مصر طيب كابتن ريدا عبدالعال اللي كان لي تعليق مهم جدا على مباراة مصر وكينيا وكابتن حسام البدري قال لك ايه بقى ريدا عبدالعال بحيط بنات علاقات ريدا عبدالعال قال لك كان عندنا في شوبرا زمان عيل بيلعب معانا بالعافية عشان هو صاحب الكورة عشان هو صاحب الكورة وعشان كده سميناه محسن بالعافية اه محسن ده كبر وبقى طارق حامد هو يا جماعة طارق حامد بيلعب على اساس ايه كل اللي شاف النهاردة المباراة طارق حامد مش قادر يجري طارق حامد كل بساطه غلط كارثية بساط طارق حامد في المنتخب كلها كانت كارثية وكان اول تغيير فكر فيه للمدرب هو طارق حامد طب انت بتلعب طارق حامد ليه هل يؤقل هل يؤقل يبقى عندي محمد النني لاعب صغير في السن ومحترف في اكبر اندية الدور الانجليزي واقعدوا دكة لطارق حامد وعمر جابر عقل مين يقول ان محمد النني يقعد دكة للناس دي حسام البادر تلعب في المؤتمر الصحفي قالك اصلا النني ما تدربش معانا غير تدريبة واحدة هو انت يا كابتن حسام جايب النني من البيت جايبه من تحت السرير قلت على نني تدرب يلا من الراجل كان بيلعب مباراة في الدور الانجليزي واللعبة اللي معاك كل اللعبة دي ما تدربتش غير تدريبتين معاك تدريبتين بس يعني ايه تدريبة زيادة بس عشان كده قعدت النني وما لعبتهوش ورمت لنا طارق حامد ورمت لنا عمر جابر في الملعب اعتقد حجة ملهاش يعني مش معقولة ما فيش عاقل يقبالها قصير براهيم فاي كمان نتكلم على حسام البادري وطريقة لعب حسام البادري قالك لحد النهاردة ما فيش مدير فني ده على صفحته الرسمية ما فيش مدير فني جي المنتخب مصر بيلعب كرة هجومية متزنة ويحقق نتائج ويمتعنا بكل مطش من بعد كابتن حسن شحاتك فعلا ما فيش اي مدير فني متعنا كرة هجومية غير ايام كابتن حسن شحاتك المعلم ومن بعد كوبر ما جاش مدير فني قدر يعمل ملامح وشخصية واضحة للمنتخب كمان وقت خروج طارق حامد كان سليم انه ما كانش المفروض يلعب من الاساس وبالخصوص ان انت عندك لعيبة مهمة زي النني وزي السلي كابتن خالد الغندور اللي طلع بعد المباراة بدل ما يتكلم عن المستوى المزري للمدير الفني بيدافع عن المعلق الخبيس كابتن خالد الغندور بيدافع عن المعلق وقالك المعلق هو احسن المعلقين من احسن المعلقين في الوطن العربي والجميل فيه ان محايد جدا ياخي الواحد يعني شفت شفت ناس بتجدب شفت ناس ما عندهاش ضمير وشفت ناس ما عندهاش امانة في الطرح بتاعها لكن ما شفتش حد بجح والله العظيم ما شفتش حد بيصل لدرجة البجحة دي مش بتكلم على خالد الاندور ولكن يعني يعني مش عايز مش عارف اقولي يعني الشخص ده مش عارف اوصفه بوصف حقصن بالله ما تعرفش هو ماشي مع الريجة وخلاص ما تعرفش هو شوية يدافع عن الاهلي وشوية يدافع عن الزمالك وشوية لما يلاقي الهجوم مع بتوع الاهلي كتر فيروح ما هو عايز يركب تريند وخلاص يعني هو حابب يركب تريند هو بيشوف اي حاجة يركب بها تريند عشان يتشهر زيادة بس يعني اعتقده انه بيفشل في كل مرة انه يركب التريند ده بالنسبة ليه الاخ منذ خلصت اخبارنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل اراءكم وتعلاقاتكم شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة